طبقات الباونتي هي من أطيب الوصفات اللي ممكن تجربوها وبطريق التحضير كتير سهلة بالنسبة لأول طبقاوي اللي هي كيكة الشوكولاتة رحتاج لتلاتة بيض نصف كاسة من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيلا بخفقهم كتير منيح مع بعض وبعدها بضيف عليهم نصف كاسة من الزيت النباتي كاسة من الحليب السائل برجع بخفقهم مع بعض وهلأ منحضر للمكونات الجافة رحتاج لكاسة ونصف من الطحين معلقة صغيرة من البيكينج باودر رشة ملح ونصف كاسة من الكاكاو بحركهم أول شي عجنب وبعدها رح أضيفهم تدريجيا للخليط وهيك بكون عندي القوام مناسب رح أصب الخليط بقالب مدهون بالزبدة ورح حطه بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة وأول ما تطع الكيك من الفرن وتصير معي دافية رح أعمل فيها فتوحات وأشربها بكاستين من الحليب السائل بالنسبة للطبقة الثانية رح تاج لنصف كاسة من السميد الناعم نصف كاسة من السكر معلقة صغيرة من الفانيلا معلقة كبيرة من النشا كاسة من جوز الهند الناعم وكاستين ونصف من الحليب السائل بحركهم أول شي على البارد وبعدها بشغل النار وبستمر بتحريكهم لحد ما يتقل عندي الخليط بعدها رح أضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة برجع بحركهم مع بعض وهلأ بصبهم بشكل متساوي فوق كاكة الشوكولاتة وآخر طبقة هي عبارة عن 300 ميلي ميلي كريمة معلقة صغيرة من الفانيلا ومعلقة كبيرة من السكر بحركهم كتير منيح مع بعض وهيك بكون عندي القوام مناسب رح أفردهم بشكل متساوي فوق طبقة جوز الهند الباردة آخر شي رشاة جوز الهند وبرجع الحلوعة التلاجة 3 ساعات وصحتين وألف هنا موسيقى موسيقى موسيقى